الفنان التشكيلي شهاب الذي أنشئ غالريةه الخاص وسط مدينة السليمانية جاعلا منه ركنا فنيا عصريا هادئا وسط زحمة السوق مستغلا بدء العطلة الصيفية ليشرع بدورته التدريبية الفنية التعليمية للرسم والتصميم سودو بي غالرية عبانة عن ستوديو أكاديمي لتعليم فن التشكيلي من الأساس وأدفنا أنه هواي من الطلاب أو من الأشخاص اللي يحبون يدخلون مجال الفني أوفرنا لهم ستوديو خاص للتعليم الفن التشكيلي من ضمنها دورات السكيتش والزيتي والمائي والغرافيك وكثير من الدورات في هذا المجال نرى الأعداد الكبيرة وقبول أكثر لهذه الدورات وطل السيفية من تجي أكثر من الطلاب أعطهم مجال لهذه الدورات وأعطهم أقبال لهذه الدورات لذلك يشوفون أنسب من غير وقت آخر بس بالنسبة للدورات ستكون مستمرة ويستفادون منها وأي دورات اللي يعجبهم نحن نسوي لهم أغلب طلابه من الهواة وطلاب الجامعات العلمية يحاولون تطبير قدرتهم في الخطوط والغرافيك والتصاميم والرسم التقليدي أول شي كان هواة عندي من أنا وصغيرة أصير فنانة وأدرس بالأكاديمي إن شاء الله شاركت بدورة الرسم ليتعلم هذا الفن الجميل وأرسم شخصيات ومناظر طبيعية ويفرص لنا بهذه العطلة الصيفية أتمنى من الطلاب الآخرين أن يستمتع بمواهبهم الفنية في الاتحاق بهذه الدورات المفيدة خطوة يسعى من خلالها شاب كسر التعليم التقليدي والأكاديمي وتسهيل تعليم الفنون بأنواعه من أجل فك طلاسم أدبيات تلك المناهج والمدارس الفنية المختلفة بطريقة مبسطة شعارها القلم والألوان من السليمانية مخلط محمد قناة الدجلة الفضائية اشتركوا في القناة